السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء لمستوى الرابع ابتدائي أتمنى أن تكونوا بخير درسنا اليوم هو الدائرة والقرص ننتقل أولا للتعرف على الدائرة فالدائرة مجموعة من النقط التي تبعد بنفس المسافة عن نقطة معلومة تسمى المركز مثال في الدائرة السيئة التي مركزها أو المسافات التالية متساوية إذن أو بي تساوي أو أم تساوي أو كا تساوي أو جي تساوي ثلاثة سنتيمتر أي من أم إلى بي هناك مجموعة من النقط ومن بي إلى كا أيضا هناك مجموعة من النقط ومن كا إلى جي ومن جي إلى أن إذن هذه النقط متراصة واحدة بجانب الأخرى تكون للدائرة ننتقل إلى التعرف على القرص فالقرص مجموعة من النقط تقع داخل دائرة معلومة مثال القرص الذي مركزه أو يتكون من مجموعة من النقط من بينها إذن انظروا إلى الشكل جيدا إذن هذه النقط التي تقع داخل الدائرة إذن نقطة بجانب الأخرى بجانب الأخرى بجانب الأخرى تكون متراصة أي ماذا تملأ لدائرة فالقرص يكون مملوءا من الداخل على عكس الدائرة التي هي فارغة من الداخل ويكون للقرص نفس عناصر الدائرة أي المركز والشعاع والقطر الآن ننتقل للتعرف على عناصر الدائرة عناصر الدائرة أولا نبتدئ بالقطر فهو قطعة مستقيمية تمر من المركز وتقسم الدائرة إلى نصفين متقايزين وانظروا جيدا القطر هنا هو القطعة الشعاع هو قطعة مستقيمية تربط بين مركز الدائرة وأي نقطة عليها وهو يمثل نصف القطر أي هنا نعتبر O-A شعاع و O-D شعاع و O-B أيضا شعاع لماذا لأنهما يبعدان بنفس المسافة عن مركز الدائرة المركز هو النقطة التي تقع في منتصف الدائرة وتبعد بنفس المسافة عن النقاط المتواجدة على محيطها مثل A و D و B دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر